وقع البنكو الأفريقي للتنمية ومجموعة المكتب الشريف للفصفات أمسن بالمغرب على ثلاث اتفاقيات قروض بقيمة إجمالية تبلغ 188 مليون دولار في إطار تمويل برنامج الاستثمار الأخضر لمجموعة المكتب الشريف للفصفات الرائد العالمي في مجال حلول خصوبة التربة وتغذية النباتات أوضح البنكو في بلاغ له أنه جرى توقيع اتفاقيات التمويل هاته من طرف عثمان فال مدير قسم التصنيع وتنمية التجارة بالبنك الأفريقي للتنمية وكريم لوت في صنهاجي المدير المالي لمجموعة المكتب الشريف للفصفات